يريد ننقض ضوء على هذا الحوار لأنه كان يعني يحتاج بالفعل إلى تدقيق وتفحيص وتمحيص كده لما جرى بينكم وبين السيدة وزيرة التقديق أشكرك يا سبراهيم على المقدمة الجميلة دي الحقيقة أن يعني جزء من الوعي الاقتصادي والمالي أن الناس تبقى عارفة البرلمان بيتنايش في إيه وإيه الأدوات الدستورية والبرلمانية اللي بنتحرك فيها مع الحكومة إحنا في مجلس الشيوخ تبقى للمادة 249 و249 من الدستور بيعرض علينا الخطة الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من الحكومة المصرية الخطة الاقتصادية والاجتماعية دي ما هي إلا مستهدفات الدولة المصرية في تنفيذ الباب السادس من الموازنة وهو الباب اللي دايماً بيبقى عليه الحديث الكثير ما بين النواب والحكومة اللي هو باب الاستثمارات الحقيقة أن الخطة رائعة السنة دي وفيها مستهدفات جيدة كان أحد أسباب رفضي لها هي تغيير طريقة العرض لأن العرض السنة اللي فاتت كان مكتوب بالمستهدفات بأرقام ثم في الإنجاز السنة دي لما جاناً ما تحقق؟ ما عرفناش نقارد مثلاً يعني أننا كان السنة اللي فاتت يتقال أننا هصرف 3.750.000.000 جنيه على التابلت طيب لما جاناً نشوف المستهدفات اللي حصلت عن الخطة سنة الفاتت صرفتوا كماً فوكناً يديني رقم لا فقالوا لي لا إحنا وزعنا 1.800.000 تابلت الرقمين لا يمكن مقارنة ما بينه فده كان أحد أسباب رقم ده إيه العدد وده إيه الرقم قيمة خيمة طبعاً لا يستوي الحاجة الثانية برضو اللي كانت سبب رفضي للخطة هي فكرة تأخر وزارة التخطيط حتى الآن على تقديم أو إزدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام لأن قانون التخطيط العام اللي احنا يعني اشتغلنا فيه في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب كان أساسه وتعديله هو على الخطة التشاركية إن مجتمع المدني زائد الأحزاب زائد النقابات زائد النواب يتشركوا مع الحكومة في وضع مستهدفات الباب السادس عن كل محافظة بش عن كل محافظة كمان عن كل وحدة محلية قروية لكن ده تأخر فعشان كده دايماً الناس محلية اتعامل اللايحة أخراً ولا ما اتعاملش أصلاً القانون صدر لكن اللايحة لسه ما صدرتش فإحنا ماشينا على اللوايح القديمة فدي لسه ما فيهاش التشاركية ده ما بيخلناش نقدر نكمل التشريعات تدي نتيجة الحقيقة لإن إحنا بنده تشريعات كويسة تصدر تشريعات جيدة لكن الحكومة تتأخر أو تتلكأ فيه تنفسه يمكن ده كان السبب الرئيس السبب الثاني أيضاً إن استهداف الاستثمارات العامة عن طريق الهيات الاقتصادية فيه جزء منه بالقروض وده بيلقي معلش خلينا ما نعرف في الهيات الاقتصادية علشان برضو يبقى فيه تمام معرفة للمشاهد عامة لاتحدث بالضبط إحنا عندنا في الموازنة العامة للدولة عندنا موازنة أجهزة الدولة اللي بنتكلم على الدوين العامة والمحليات ده جزء ثم الجزء الآخر هو الهيات الاقتصادية الهيات الاقتصادية هي جزء من أملاك الدولة وتابعة للدولة وتحت ورقابة البرلمان والبرلمان بيصدر لكل هيئة قانون موازنة يعني إحنا عندنا أكتر من 54 مشروع قانون موازنة بيصدر عن الهيات الاقتصادية عن البرلمان بس ده برقب أخير ولا بموازنة تفصيلية موازنة تفصيلية متوقعة لكل هيئة اقتصادية على حدة فاحنا عندنا 54 اظن بقى من 55 عشان فيه هيئات انتخلت غير الموازنة العامة غير خانون الموازنة العامة الهيئة الاقتصادية فكرتها ليه هي بره الموازنة عشان ما تطبقش المحاسبة الحكومية وبعض القواعد فيبقى فيها مرونة في التوقع وفيها مرونة في الصرف وايضا ان انا بجعل مصادر التمويل بتاعتها ممكن يبقى فيها مصادر غير تقليدية مش حكومية مش مرتبطة بالدرائب انا بقى كموازنة باخد منها حاجة اه طبعا فيه بقى ودي مدارس كبيرة جدا يعني الموضوع اللي فيه دي بيت كبير جدا اللي حصل دلوقت انا باخد ولا بعوض خسائر هيئات عندنا التلات انواع كل موجود الهيئات الاقتصادية اللي بتخسر تبقى لنص الدستور لازم الموازنة العامة تدعمها مش ده شكل ده شكل الهيئات الاقتصادية التي لديها فائد وليست ارباحنا بسميه فائد في المحاسبة الحكومية حاجة من الاتنين بقى الشكل ده بينقسم الافرعية اما الفائد ده كله يرحل الى الخزانة العامة ودي حاجات قليلة جدا بدأت تنقرب او جزء من الفائد يرحل الى الخزانة العامة وده بيبقى بالتفاوض ما بين وزير المالية والوزير المختص عن هذه الهيئة ويمكن قانون المالية العامة برضو فيها نفس النص الجريد ده الحقيقة النص ده محتاج تعديل لو وجود الهيئات نفسها خارج الموازنة مش محتاج تعديل احنقول لي على الشكل التالت حالك قلت لي شكل انه لو خسرت انا عوضك من الموازنة لو انت عندك فائد مش ربح والتعبير انها دقيق فاما انك توده لخزانة العامة او مزء منه او تدي للعملين او ترحله للموازنة القادمة الشكل التالت انها هيئة بالطريقة المحاسبية تتساوى ارادتها مع مصروفات فيعني بالنظام البلدي تتساوى فدي مش ولا هتدي ولا هتأخذ بتكيت يعني اللفظ التالت هارجع لسؤال حضرتك هيئة لازم الهيئات ترجع تدخل الموازنة العامة هيئة في الشكل العام في الرقابة البرلمانية احنا عنينا عليها لكن فكرة انها تخش الموازنة العامة اه دي صحيح انا واحد من الناس منتهجين لمنج ومطالبة بيه ان الهيئات الاقتصادية لازم تخش جوه الموازنة العامة عادة الهيئات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة اللي ممكن تنتقل تبقى شركات قبضة زي ما حصل تماسي التاراة اه بزو فرقلينا كده اكمل بي اولينا ايه الهيئات الاقتصادية و ايه الهيئات ذات الطبيعة الخاصة يعني لو انا بتكلم على هيئة قناة السويس اه هيئة قناة السويس دي هيئة اقتصادية من ضمن القمسة ومسكين عين دي هيئة اقتصادية لكن بطبيعتها بطبيعتها ممكن تتحول الى شركة قبضة لانها لها توابع اخرى من الشركات التابعة لها فممكن تبقى شركة قبضة وده هيديني اراضات كبيرة جدا منها وهيديني درائب منها اكتر يعني هتنخرج الحصيل اللي هتروح للموازنة هتبقى اكتر لكن الهيئات الاقتصادية التانية العادية لازم تخش جوه الموازنة وفي حاجة تانية لزي ايه بقى العادية لزي ايه